تستنبع دول مجلس التعاون الخليجي إجراءاتها عقب الأزمة الدبلوماسية مع لبنان فبعد قرار طرد السفراء من عواصم عدة نشر موقع سود بيروت انترناشنال خبرا عنوانه الإمارات ستعرض مقر سفارتها في لبنان للبيع وأن عودة الدبلوماسيين والموظفين الإماراتيين في وزارة الخارجية في لبنان مرتبطة بعودة السيادة إلى هذا البلد مبنى السفارة الكائن في منطقة الرملة البيضاء في بيروت شيد قبل أعوام طويلة وأعيد ترميمه في السنوات الماضية حيث أعلن افتتاحه رسميا عام 2019 في العيد الوطني الإماراتي الثامن والأربعين مبنى متكامل جهزة بأحدث التقنيات التي توازي سفارات الإمارات في عدد من دول العالم وهو ليس المبنى واحدا من بين أملاك عدة للإمارات في لبنان بينها منزل السفير الإماراتي في اليرزي الذي اشتهر أيام السفير حمد الشامسي حيث كان يستقبل شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية وفنية عدة بعد أن اعتمد مركزا للسفارة خلال أعمال الترميم في الرملة البيضاء والذي عاد العمل فيه رسميا في حزيران عام 2020 إضافة إلى منزل البعثة الدبلوماسية في اليرزي أيضا وقطعة أرض في منطقة دبي قرب عقار للسفارة الصينية أهدته الدولة اللبنانية لدولة الإمارات في الفترة الماضية فضلا عن عدد من العقارات التي تعود ملكيتها إلى الإمارات على اعتبار أن مساحة الأرض التي تقام عليها سفارة دولة ما هي ملك لتلك الدولة وليست ملكا للدولة المضيفة مصادر الجديد أكدت أنه بشكل ثابت ومؤكد فأن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتردد في اتخاذ موقف رسمي معلنة سحب ديبلوماسيها واستدبعت الإعلان عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية التي طابت إلى المواطنين الإماراتيين مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن وعليه فأن لدى الإمارات العربية المتحدة الجرأة الكافية لإعلان موقف رسمي وذلك فيما يتعلق بالسفارة أو بأي إجراءات قد تتخذها لاحقا ولا صحة لمصادر إماراتية في دولة مؤسسات تعتمد منصاتها كمرجعا رسمي وحيد ما يعني فعليا أنه لا قرار حتى الساعة بإغلاق السفارة أو بيعها في انتظار محاولات للتهديئة والتسوية في تشرين الثاني من عام 2020 خفضت الإمارات العربية المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في لبنان مع مغادرة سفيرها حمد سعيد الشامسي الذي أتى بالتزامن مع مغادرة السفير السعودي وليد البخاري إلا أن البخاري عاد إلى بيروت فيما أبقت الإمارات لبنان من دون سفير مكتفية بتمثيل دبلوماسي عادي وهذه المغادرة ترجمت خين ذاك انزعاجا خالجيا من لبنان أما في الأزمة الحالية فالمشهد غير واضح المعالم حتى الساعة ريف عقيل قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر